اهلا بيكم معانا مرة تانية من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة عشرين وثلاثة وعشرين انا لما بتكلم عن العالمين الجديدة دايما نقولك ايه بعقول وفلوس وقدين المصريين فاحنا ضفنا ما هواش اول مرة يبقى ضفنا لان احنا كنا مستضفين وبردو السنة اللي فاتت لما جينا هنا المهندس وقل سمير رئيس جهاز مدينة العالمين منور اول حاجة برحب حضرتك السنة دي في اللقاء السنة دي كلها حب التلفزيون المصري ومنورنا في مدينة العالمين الجديدة اهنا يعني ايه طول عمر يحب وغنية زروني كل سنة مرة بس انا بقى عايز العالمين دي مش زروني كل سنة مرة خليكوا عندي طول السنة بالمرة هنبدأ الحدوتة من زمان من قبلنا والمهندس وقل ما نتولد ايام ما كانت العالمين دي ارض مش مزروعة دي هي بالكلمة يقولك متلغمة هي كانت متلغمة الغام ارضية بسبب الحرب العالمية التانية كان جزء كبير جدا من هذه الارض يطلق عليه ما بين قصين حتى يقولك حضائق الشيطان العالمين من الغام الى المهرجان الاول انا طبعا بحييك على السؤال انا عاوز اقول بس احنا الاستراتيجية بتاعت مدينة العالمين الجديدة كانت اي استراتيجية بتبدأ برؤية كان في رؤية من القيادة السياسية الاول بتعظيم الاستفادة من المساحة المقام عليها مدينة العالمين الحالية المساحة دي ليها وجهة على البحر المتوسط فاحسن شواطئ البحر المتوسط 14 كيلو ليها مناخ ربنا حابها بمناخ متميز جدا فكان هنا الفكر دايما ازاي عندي المساحة دي ومهضرة في الغام وبرك وما يتمشي الاستفادة منها اي استراتيجية دايما بتبدأ برؤية والرؤية كانت واضحة من القيادة السياسية صدر عليها تعليمات مباشرة للقوات المسلحة بالبدء في تطهيق الغام ده كان في 2017 عشان نبدأ من هنا حركة التنمية في المكان بعد ما كان الرؤية والقرار من القيادة السياسية ابتدنا احنا كوزارة اسكان في مراحل التخطيط ما جينا ندرس المساحة اللي هي موجود عليها مدينة العالمين دي لانها بتقع في مساحة في منطقة اسمها غرب الساحل الشمالي تبتد من غرب اسكندرية لغاية السلوك بطول 250 كيلو كان ايه بقى الوضع حضرتك قبل ما احنا نبقى موجودين كان عبارة عن قرى سياحية ما بيجمعهاش حيز عمراني واحد يصعب معاها التنمية مدام ما فيش حيز عمراني واحد يبقى ما فيش تنمية حضرتك بتتكلم على مساحة متخللات كده والمساحات فاضية ومهضرة مع ان المكان ممتاز جد فكان الفكر هنا ان انت تبدأ تخلق مجتمع عمراني متكامل مدينة لكفة شرايح المجتمع انت عندك القرى السياحية دي كان مستفيد بيها بعض شرايح المجتمع جي فكرة دولة هنا قليل جدا من شرايح المجتمع قليل جدا من شرايح وفترة الصيف ثلاث شهور بس بكتير دولة هنا جت ممثلة في وزارة الاسكان قالت لا احنا هنعمل مدينة متكاملة طول السنة لكفة شرايح المجتمع عشان من هنا تبقى هي النواة لتنمية منطقة غرب السحر الشمالي كله 250 فدان 250 كيلو اللي انا قلت لحضرتك عليهم فهنا خلصنا خلصنا خدنا رؤية بقرار من قائل السياسية بتادينا بعد كده نخطط درسنا الاول عملنا تصميمات اقامنا مدينة على ثلاث محاور محور سكني من اول اسكان الفاخر اللي حضرتك شايفه في المبراج لغاية الاسكان المدعوب الاسكان المتميز وسكن كل المصريين وسكن مصر عشان هنا نغطي كفة شرايح المجتمع مدينة للكل للكل ده كمحور اولاني كان محور سكني محور التاني محور صناعي 5000 فدان خلصنا ترفيق منهم 2500 فدان ودلوقتي احنا طرحنهم للمستثمرين المحور التالت وانا بسميه قاطرة قاطرة مدينة العالمين الجديدة لان احنا مفروض على المفروض المحور ده هو اللي هيغطي لي تكلفة المدينة وهيجيب لي عائد كمان اللي هو المحور السياحي ممثل في الممشا والشواطئ والمناطق التجارية الموجودة في المنطقة الشاطئية حيو فدولة شوف حالاك هنا احنا بنكلم في رؤية وقرار من قائلات سياسية تخطيط بدراسة تصميم بدء في تنفيذ عشان نوصل بقى احنا هنا في العالمين مطالبين ان احنا بنسبق الزمن عشان نحقق معدلات ونبدأ نجيب عائد فقصر وقت فاحنا هنا في العالمين بنفكر دايما ان احنا نعظم الاستفادة من اي متر نخلصه مرافق او اي متر نبني فمحتاجين دايما عندنا برواز من دعاية واعلان يبرز المجهود المبزول ده عشان نعرف به نبدأ نروج للمدينة ونبيع واحنا شغالين احنا دلوقتي الجارانتي بتاعنا كوزارة اسكان او كجهاز مدينة العالمين احنا بنبيع المشروعات بالتصميم فدي ثقة من الناس سواء كان مصريين او اجانب في الجهة المنفذة بنبيعها بالتصميم يعني اشرحنا احنا بنعمل مكت حلو المكت ده فيه مشروع مثلا زي امتداد مازالين دلوقتي اللي احنا عم نداله التصميمات بتاعته وننزل مشروع اولاين واحنا لسه استابلش ما ابتداش ولا البروجرس ابتدى وبيتباع فاصبح فيه ثقة خلاص بقى فيه ثقة